إلى فقرة تراند حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعديلات في قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أثرت جدلاً واسعاً بين نواب البرلمان بعدما اتهم بعضهم بالحكومة بالسعي إلى تكريس الاستبداد والأحكام العرفية يأتي هذا بعدما أحل مجلس النواب الأردني مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 إلى اللجنة القانونية بعد استلامه من الحكومة وذلك رغم مطالبة عدد من النواب بإعادته إلى الحكومة لتعديله بسبب تضييق بنوده على الحريات ونصت الأسباب الموجبة لمشروع القانون إلى التطور السريع في مجال تقنية المعلومات بما استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبها تحقيقاً لردع العام والخاص إلى جانب موأمة هذا القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من قبل الأردن التعديلات الجديدة تفرد زيادة على الغرامات المالية كنص المادة الحادية عشر من القانون النافذ بشأن الثم والقضح والتحقير فهنا ترتفع الغرامة من عشرين ألف دينار إلى أربعين ألفاً المغاردون انقسموا بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بين معارض يعتبر أن الحكومة فرضت قيوداً شديدة على حرية التعبير وبين مؤيد يرى في التعديلات الجديدة حماية للمواطنين نرصد بعد ردود الفعل على غرد قائلاً أن قانون الجرائم الإلكترونية قانون طوارئ عرفي سيساهم بتنزيق النسيج الاجتماعي وتقييد الحريات وتكميم الأفواه أخطر ما في القانون أنه بدلاً من أن يحاسب الشعب المسؤول سيحاسب المسؤول الشعب إلى عدي يضيف قائلاً أن قانون الجرائم الإلكترونية سيحاصر المواطنين وسينقلهم من قضاء إلكتروني مفتوح ومكشوف للجميع ينفسون به عامة في أنفسهم إلى جلسات مغلقة تزيد من احتقانهم إبراهيم كتب أن البعض يروش للقانون من خلال تسليط الضوء على قضايا الابتزاز الإلكتروني وصرقة البيانات والتهديد والاحتيال كل ذلك كما يقول في سبيل تمرير القانون على حساب حرية التعبير التي تم تقييدها في هذا المشروع ومشروع القانون من خلال فرض عقوبات مالية عالية من جهته يستغرب عمر من منطقدي قانون الجرائم الإلكترونية ويتساءل هل تريدون ترك هذا الفضاء الإلكتروني للشتم والتحقير وانتهاك الأعراض لمجرد الاختلاف مع الأفراد أو الدولة إلى مغرد آخر يسمي نفسه الضاري يضيف أنه ضد قانون بسيط للجرائم الإلكترونية وهو مع قانون مغلط للجرائم الإلكترونية يقول يجب إيقاف مهزلة العبث بالجيل والمستقبل وسم قانون الجرائم الإلكترونية حقق تفاعلا تجاوز 54 ألفا التعليقات عليه وصلت إلى 20 ألفا أما المشاركات فوصلت إلى 100 ألف مشاركة ثروة التفاعل مع الوسم سجلت يوم أمس الأحد من خلال 40 ألفا بين مشاركة وتعليق